قطع لما تبقى من روافذ الحياة في بلد أنهكته الحرب لسبع سنين عجاف ومن دون سابق اندار أقدمت السلطات السعودية على خطوات تعسفية تستهدف المغتربين الذين أعملون بشكل رسمي في مناطق عسير والباحة ونجران وجيزان إنهاء تعقد العمالة اليمنية وإلغاء عقود مساكنهم وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن المناطق الجنوبية السعودية إجراءات تعسفية تختزل فداحة الكارثة التي تنتظر المغتربين اليمنيين في المملكة إجراءة لم تستثن حملة الدكتوراه مما يشكلون العمود الفقرية للعملية التعليمية في أغلب مناطق جنوب السعودية حيث طردت جامعة نجران في الأيام القليلة الماضية مئة وستة من الأكاديميين اليمنيين الإجراءات السعودية تشمل أيضاً اليمنيين العاملين في المستشفيات والمنشآت الطبية بالإضافة إلى العمالة اليمنية في المنشآت التجارية المختلفة الذين تلقوا جميعاً بلاغات مشابهة بالاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم وبالتالي إلى الاستعداد لترحيلهم من البلاد تبعات خطيرة تقلق قرابة ثلاثة ملايين يمني في السعودية كونها تضاعف المأساة الإنسانية وتنذر بكارثة اقتصادية في بلد دخلت فيه حرب استعادة الشرعية عامها السابع لما الشرعية مصادرة وتخضع لنوع من الإقامة الجبرية منظمة سام للحقوق والحريات في بان الله قالت إن القرار السعودي يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة داعية تلك السلطات إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي مراقبون يرون أن التعسفات التي تقترفها الجارة الكبرى بحق المغتربين اليمنيين النظاميين تصب في صالح جماعة الحوثي في مضاعفة الغضب الشعبي والتهشيد للجبهات مما سيضعف فرص السلام المرتقبة ويضاعف المأساة اليمنية في حرب صار العالم يصفها بالحرب المنسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر